ترجمة نانسي قنقر تحيات وتقدير جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وتمنياتهم لصندوق تمكين القدس التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه الإنسانية النبيلة لتمكين الأشقاء الفلسطينيين في القدس الشريف من جانبه أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في دعم الأشقاء الفلسطينيين في مختلف ظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها وما قدمته مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا من مشاريع تنموية وإنسانية لخدمة الأشقاء الفلسطينيين وتم خلال الاجتماع استعراض برنامج تمكين واستدامة القدس وحزمة المشاريع التي تم اعتمادها لدعم وتمكين مدينة القدس مؤكدا أن هدف الصندوق تنمية البوارد المالية وإيجاد آلية تمويل للمساهمة في دعم مشروعات التنمية المجتمعية للفلسطينيين في القدس ترجمة نانسي قنقر